دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو دوتيريش جميع الأطراف السودانية لوقف الأعمال العدائية والسماح للمدنيين بالخروج من المناطق المتضررة من القتال وطالب دوتيريش أعضاء مجلس الأمن لاستخدام أقصى درجات نفوذهم لإنهاء العنف واستعادة النظام وإعادة السودان إلى مسار الانتقال الديمقراطي مؤكدا أن العنف في السودان ينذر بخطر اشتعال كارثي داخل البلاد قد يضر بالمنطقة بالكامل وغيرها وأشدد دوتيريش على أن الأمم المتحدة ستواصل عملها مع أفرادها داخل السودان وخارجه